أكد تشارلي ووكر نائب الرئيس التنفيذي لبورسة لندن أن دولة الإمارات تلعب دورا محوريا في دفع أنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى استحواذ الكائنات الإماراتية على 39% من إجمالي إصدارات الديون في المنطقة عبر بورسة لندن وأضاف ووكر أن الإمارات تواصل هيمنتها على مشهد إصدار الديون عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال بورسة لندن من خلال 38 إصدارا حيث تم جمع ما يزيد عن 18 مليار ونصف المليار دولار ما يمثل 39% من إجمالي إصدارات السندات منذ بداية العام الحالي وكشف عن التزام مجموعة بورسة لندن توسيع التعاون والشراكة مع سوق أبوظبي الأوراق المالية في العديد من المجالات سواء فيما يتعلق بالمؤشرات أو الإدراج المشترك